لو عندك علبة تونة فاضية اوعي ترميها 3 افكار بجد يجننه سهلين جدا جدا يلا نشوفهم يلا بينا في اول فكرة جبت خيط الخيش وبتديت ان انا اغليفها من برا بجد الافكار سهلة وسريعة وشيك جدا متعددة الاستخدام ممكن بقى تنفع لكذا مناسبة اعملوا بقى لايك كتير للفيديو ده الافكار النهاردة هتعجبكم جدا وكمان عملية جدا جدا انا كده خلاص غلفتها بالخيش عارفين بقى الاحجار اللي بنلاقيها في الشارع دي دي بقى هنعمل بها ديكور بيتباع في ايكيا وبيتباع في اميكين كتير ومواقع كتير غالية جدا احنا هنعمله في البيت بتكلفة بسيطة اوي اوي او من غير تكلفة خالص كل اللي عملته ان انا غلفت علبة التونة بالخيش ممكن نغلفها كمان بالقماش وابتديت ان انا ثبت عليها الاحجار بالشكل ده وبكده الفكرة تكون جاهزة معايا بصتو سهلة جدا جدا هيبقى ديكور للشموع حلوة اوي شفته في مواقع كتير غالي جدا عملناه من غير تكلفة خالص لو لسه ما عملتوش لايك نزله بسرعة عملوا لايك ويلا نشوف الفكرة التانية في الفكرة دي ابتديت ان انا هنغلف علبة التونة بقماش الخيش من برا وكمان هنغلفها من جوة واستخدمت هنا بقى شريتة ستان الفكرة دي تحفة لاعياذ الميلاد وتنفع للعيد وتنفع لمناسبات اوي طبعا الفكرة دي هتلاقيوها في محلات الهدايا بتبقى موجودة بس مصنوعة من الكارتون احنا النهاردة عملناها بشكل امتنت شوية هتكون متينة وكمان شيك ويعتبر مفيش اي تكاليف خالص زي ما قلنا ان تنفع للعيد وتنفع لاعياذ الميلاد وكمان تنفع ديكور للبيت نقدر بقى نحط فيها ورد او تشوكلت لو هنقدمها هدية لحد ممكن نحط بقى فيها زي ما انا هعمل كده انا هحط فيها كارت ممكن نكتب فيه زي ما نحب وهحط فيها تشوكل لو ما عملتوش لايك بقى للفكرة الاولى انزله ومنون للفكرة التانية الحلوة دي ويلا نشوف الفكرة التالتة هنا بقى حبيت تكون بسيطة اكتر واستخدم فيها ورق الفوم بما انه متوفر اكتر وفيه ناس كتير قوي بتطلب مني استخدم ورق الفوم في الاعمال اليدوية فكل اللي هنعمله ان احنا هنغلب بس قلبة التونة بي فانا هنغلفها من جوا بالفوم الاحمر السادة ومن بره هنغلفها بالفوم الاحمر الجليتر طبعا زي ما انتو شايفين الافكار مااخدتش مننا وقت خالص سهلة وسريعة جدا جدا وكمان لو الاطفال حابين يعملوها هتكون سهلة عليهم اكتر نقدر بقى نستخدمهم زي ما نحب ممكن نحط فيهم الاكساسوريز او الاطفال يستخدموهم في الادوات بتاعتهم ممكن كمان نحط فيهم ورد ونحطوهم كديكور للبيت شموع تنفع لهم افكار كتير جدا انزلوا بقى في الكومنتات اقولولي رأيكم وكمان تكترح علي ايه الفترة اللي جاية يارب بتكون الافكار النهاردة عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته